اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخذنا كمان نظريات تصنيع الجبن اخذنا القيمة الغذائية للجبن عامة سواء كانت جبن جافة او جبن طرية اخذنا كمان تاني غير نظريات التصنيع الخامات الداخلة في صناعة الجبن عددنا الخامات وذكرناها ذكرنا اهمية كل خامة مثال اللبن عندي من ضمن الخامات الاساسية الداخلة في صناعة الجبن سواء كان جبن طري او جبن جاف اللبن البادئ الانزيمات المجبنة خلي بالك البادئ الاملاح دي كان اول خمس خامات قبل ما اتنتقل للخامسة اللي بعديهم بفكرك ان البادئ كان الغرض منه هو عبارة عن رفع الحموضة باقي الخامات كانت مكسبات طعمة كان عندي تاني خامات لبنية مستحضرات انزيمية مسبتات ومستحلبات اذا اعملنا مراجعة سريعة او اخذ للعناصر الرئيسية اللي احنا شرحناها قبل كده نبدأ بقى في الحالة بتاعتنا ان شاء الله وهي عبارة عن الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري اخذنا في قصص تقسيم الجبن التقسيم على حسب نسبة الرطوبة واخذنا كمان جبن طري يعني تتراوح نسبة الرطوبة به من خمسة وخمسين الى تمانين في المية طب الجبن الطري بيضم اكتر من نوع اللي احنا هنشرحه او هنتكلم عنه الخطوات العامة اللي بتشمل كل انواع الجبن اللي هي الطرية من ضمن انواع الجبن الطرية واللي احنا هناخدها السنادي في العمل او تكونوا اخذتوها كمان هي عبارة عن صناعة الجبن الطري اللي هو الضمياطي عندك هتاخد الجبن القريش هتاخد الجبن الدبل كريم هتاخد الفيتا وكمان السلاجة طب اول خطوة في الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري قبل ما نفذها لابد من تجهيز مجموعة من الادوات ده اثناء الاداء العملي مجموعة من الادوات ومجموعة من الخامات ثم اتباع مجموعة خطوات اساسية لصناعة كل انواع الجبن الطرية مع اختلاف بسيط هاجب بعض انواع الجبن هتكلم فيها عن لابد من استخدام خطوة تسمى خطوة التجنيس نوع اخر لا يستخدم معه التجنيس زي ما في الدبل كريم طب نشوف كده اول خطوة من الخطوات المستخدمة او المتبعة لصناعة جميع انواع الجبن الطرية وهي تسمى تجهيز المادة الخام المادة الخام اللي عندنا والاساسية واللي بنعتمد عليها في عملية التصنيع هي عبارة عن مين اللي هي كانت اول خامة في الخامات الداخلة في صناعة الجبن اللي هي عبارة عن ايه مظبوط هو عبارة عن اللبن طب انا هستخدم اي انواع الالبان في صناعة الجبن الطرية او حتى في صناعة الجبن الجفة زي ما هيقبنا بعد شوية ان شاء الله او في الحالة اللي جاي احتمال ان شاء الله يا ترى اللبن ده المصرح بيستخدامه اي انواع الالبان سواء كان لبن بقري او جاموسي او خليطة او لبن فرزة اكتر من نوع من انواع الالبان باستخدمه في صناعة الجبن الطري طب انا لو بدأت بالجبن الضمياطي لو عملت عملية شبه مقارنة ما بين انواع الجبن احنا متفقين من البداية ان احنا هنصنع جبن ضمياطي هنصنع جبن دبل كريم هنصنع جبن قريش هنصنع جبن فيتا وجبن السلاجة بالنسبة مثلا للجبن الضمياطي هاستخدم اي انواع الالبان ذكرنا قبل كده وقلنا ان اللبن الجاموسي يفضل استخدامه في صناعة الجبن الطري طب اللبن البقري يستخدم في جميع انواع الجبن سواء كان جبن طري او جبن جاف اللي هو النسبة اللبن اللي ايه البقري طب ممكن انا قادر اخلط اللبن البقري على الجاموسي وعمل له عملية تصنيع ايوة ممكن تعمل له عملية خلط واجراء عملية التصنيع اذا ان احنا متفقين ان الجبن الضمياطي تصنع من لبن كامل او خليط خلي بالك ما جبت السيرة الفرز طب لو انا هصنع جبنة دبل كريم هصنعها من ايه من لبن كامل زائد قشطة جبا اذا يصنع الجبنة دبل كريم من لبن كامل زائد قشطة طب هصنع تاني جبنة قريش يصنع من ايه من لبن فرز ايه هو اللبن الفرز هو عبارة عن لبن منزوع الدسم او الدهن طب نرجع تاني لجبنة دبل كريم لما اجي اعمل عملية الخلطة او اضافة القشطة الى اللبن او اضافة الدهن الى اللبن باوصل تركيز نسبة الدهن في الخليط لكام هلك من عشرة الى خمستاشر في المية اذا انا عندي هنا بابدأ اجهز المادة الخام اللي هي المادة الرئيسية عندي وهي عبارة عن اللبن هابدأ اوجه اللبن لعملية التصنيع على حسب نوع الجبن المصنع زي ما ذكرت لحضراتكم وقالنا ان الجبن الدمياطي يصنع من لبن بقري او من لبن جاموسي او من لبن خليطة طب الجبنة دبل كريم يصنع من لبن كامل الدسم زائد قشطة بحيث يصل تركيز نسبة الدهن داخل الخليط من عشرة الى خمستاشر في المية ما لجبن الفيتا هتصنع ازاي لكن الجبن الفيتا هي عبارة عن توليفة من لبن فرز مجفف وزيوت نباتية او دهن نباتي دهن نباتي معه ملح معه كمان منفحة بعمل عملية تجنيس لمجموعة الخليط اللي موجود عندي اللي هو بيديني الجبن الفيتا طب نبص كده على اللوحة ونشوف او نشوف الشرح يا طرق احنا كاتبين ايه طب نشوف اول خطوة عندي هي عبارة عن تجهيز المادة الخام يصنع الجبن الدمياطي من لبن جاموسي كامل الدسم او نصف دسم او خليط من اللبن الجاموسي واللبن البقري معا خلي بالك او لبن بقري فقط اما الجبن الدبل كريم يصنع من خليط من لبن كامل الدسم والقشطة يعني اضيف قشطة او دهن زي ما ذكرت خلي بالك بحيث ارفع نسبة تركيز الدهن او نسبة الدهن داخل الخليط من عشرة الى خمستاشر في المية طب نكمل ونشوف الجبن الفيتا يصنع من ايه الجبن الفيتا يصنع من لبن فرز مجفف خلي بالك او لبن بقري ازا يصنع الجبن الفيتا من لبن بقري ولبن فرز مجفف بالاضافة الى بروتين حليب مجفف ودهن لبن او زيت الزب ده ومية ومالح كمان عليهم منفحة كل الخليط ده بعمله عملية تجنيس بالتالي بيديني الجبن الفيتا الناتج من هذا الخليط يماثل في تركيبه الجبن المطلوب تماما على حسب المواصفات المطلوبة يبا هرجع تاني اول خطوة هي عبارة عن تجهيز المادة الخام بسطتكم الموضوع وقلنا اللبن الجموسي يستخدم في ايه واللبن البقر يستخدم في ايه او بصيغة تانية اللي عند صناعة الجبن الدمياطي هستخدم اي انواع الالبان عند صناعة الجبن الدبل كريم هستخدم اي انواع الالبان مضافا اليها مضافا اليها لايه القشطة لتكوين ما يسمى بالخليط او المزيج لما اضيف قشطة على اللبن خلي بالك بقى سميها جبنة دمياطي بالقشطة او دبل كريم وكلمة دبل يعني اتنين يعني انا مضاعف في نسبة ايه الده انا ضعفت نسبة الده ازا انا بقى اصنع جبنة دبل كريم اتكلمنا ايضا عن الجبنة الفيتا ودي كانت في اول خطوة من الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري اسمها تجهيز المادة خام طب رقم اتنين او الخطوة التانية في الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري او كل انواع الجبن الطري هي عبارة عن المعاملة الحرارية اللي هي رفع درجة ايه الحرارة طب يا ترى انا بارفع درجة حرارة اللبن ليه لغرضين الغرض الاول هو غرض صحي والغرض الثاني هو غرض تجاري طب الغرض الصحي من رفع درجة الحرارة عبارة عن ايه القضاء على الميكروبات المرضية بمعنى لما ارفع درجة حرارة اللبن المستخدم في صناعة الجبن انا كده هعمل عملية قضاء على كل الميكروبات المرضية بالتالي انا هاخد منتج زو صفات جيدة وخالي من الميكروبات المرضية ما الغرض التجاري عبارة عن ايه الغرض التجاري الغرض منه ان انا بقى اضع الميكروبات اللي بالتالي بقى اطول مدة حفز المنتج بتاعي اللبن انا حولته لايه اللي جبنا هاطول مدة الحفز ازاي عن طريق المعاملة الحرارية المين للبن اذا الغرض من المعاملة الحرارية غرضين غرض صحي وغرض ايه تجاري طب المعاملة الحرارية عبارة عن ايه عبارة عن رفع درجة الحرارة طب هرجع للمعاملة الحرارية تاني كل انواع الجبن الطرية ترفع درجة الحرارة اللي خاصة باللبن الى 75 درجة مئوية ما عدا نوع واحد فقط او صنف واحد فقط من الجبن اللي هي عبارة في الجبن الطرية لجبن السلاية ترفع درجة حرارة اللبن لكام الى 85 درجة مئوية علل ايه السر او السبب ان لابد ارفع درجة حرارة اللبن المستخدم في صناعة الجبن السلاية او جبن السلاية الى 85 درجة مئوية علشان يكتسب الطعم المطبوخ المميز ارجعتين لدرجة الحرارة جميع انواع الجبن الطرية ترفع حرارة اللبن الى 75 درجة مئوية اما جبن السلاية يسخن اللبن او ترفع حرارته الى 85 درجة مئوية علل ايه السبب؟ ليه انا برفع ل85 بخاصة في الجبن السلاية لاكتساب الجبن الطعم المطبوخ المميز لهذا الصنف ابا اخدنا في المعاملة الحرارية لها كم غرض؟ اتنين غرض صحي وغرض ايه؟ تجاري بالاضافة الى ان كل انواع الجبن الطرية يسخن او يرفع درجة حرارة اللبن لكام 75 درجة مئوية اما جبن السلاية يسخن او يرفع حرارة كام الى 85 درجة مئوية وذكرنا فيها علل لإكساب الجبن اللبن السلاية الطعم المطبوخ المميز لهذا الصنف طب نجي نشوف اللي احنا ذكرناه ده نشوفه كده على الشاشة ونتبه مع بعض فيه طب المعاملة الحرارية تجيها لغرضين الاول غرض صحي وهو لضمان انتاج جبن لا يحتوي على اي ميكروبات ايه؟ مرضية والثاني غرض تجاري وهو اطالة مدة حفظ الجبن الناتج حيث تعتبر المعاملة الحرارية من ضمن عوامل حفظ الجبن ما هي اساس فعلا ان المعاملة الحرارية هي اساس الحفظة او طريقة من طرق الايه؟ الحفظة المعاملة الحرارية لللبن في الجبن الضمياطي التازج او الاسطنبولي او الدوبلي كريم او الجبن الفيتا تصل الى 75 درجة ايه؟ مئوية بينما في جبن السلاية لابد ان ترفع ضرورة الحرارة الى 85 درجة ايه مئوية ليه؟ علل لإكساب الجبن الناتج الطعم المطبوخ المميز لهذا الصنف وإكسابها النعومة والقوام الطري وإيه كمان واحتجاز نسبة من بروتينات الشرش بالخسرة طيب نشوف كده اللي بعديها التجنيس قبل ما أتكلم في التجنيس عايز أوضح نقطة بسيطة خالص لحيثت أنت في الخطوة رقم اتنين أن المعاملة الحرارية تكسب الجبن الطراوة والنعومة إيه السبب؟ اللي هو ترسيب بروتينات الشرش هأرجع بحضراتكم لورا خطوة بسيطة خالص واتكلمنا عن من ضمن الخامات الداخلة في صناعة الجبن هو عبارة عن اللبن واتكلمنا أيضا من ضمن مكونات اللبن مكون مهم جدا هو عبارة عن البروتين عملنا عملية تقسيم للبروتين قسمناها إلى كازين وبروتينات شرش ذكرنا أن الكازين هو اللي بيحدث عملية تجبن أو بيحدث ما بينه وما بين المنفحة التفاعل عشان يديني خسرة بعد كده الخسرة هتديني جبنة بعد طرد الرطوبة هيتبقى عند المكون الثاني من مكونات البروتين ويسمى بروتينات الشرش وأنا ذكرت سعيتها وقلت لك يفقد مع الشرش المال أنا هجعد عندي بروتينات الشرش هخليها تستنى عندي مع الخسرة إزاي؟ عن طريق رفع درجة الحرارة إذن رفع درجة الحرارة يؤدي إلى ترسيب بروتينات الشرش وبالتالي اكتساب الجبن النعومة والطراوة وبتعمل حاجة تانية مهمة جداً كمان عندي هي عبارة عن زيادة التصافي لأن بروتينات الشرش اللي هي تشمل الألبيومين والجلوبيولين كانت بتفقد مع مين؟ مع الشرش بتنزل مع الشرش لو أنا عايز أخليها تستنى عندي يبقى أعمل معاملة حرارية بس خلي بالك المعاملة الحرارية اللي رفع درجة الحرارة سلاح زوحة دينة بتعمل عملية حفظ بتزود التصافي تمام كده؟ خلي بالك بتخلي الجبنة نعمة طارية كل الحاجات دي بتحاجة كالي طب المال إيه؟ الناحية تعتبر اللي بتزهاجني أو بتعطلني في عملية التصنيع إنها بتحول أملاح الكالسيوم من صورة زائبة إلى صورة غير زائبة إذن معنى كده إن رفع درجة الحرارة بتسبب مشكلة ولا لا بتسبب مشكلة ولكن يمكن التغلب عليها بإضافة أملاح الكالسيوم بإضافة مين؟ أملاح الكالسيوم ودي ذكرناها في نظريات التجبن في الحلقات السابقة ذكرنا في نظريات التجبن يعني كيفية حدوث التجبن الإنزيمي واتكلمنا عليها وقلنا إن بالتجبن الإنزيمي يعني بها أضيف منفحة المنفحة خلي بالك تحدث عملية التجبن مين اللي بيتمم التجبن؟ هي عبارة عن أملاح الكالسيوم أملاح الكالسيوم اللي ما لها؟ قالك ده أنا بأتأثر عند رفع درجة الحرارة بأتحول من صورة زائبة إلى صورة غير زائبة قاررنا ما بين الصورتين وأن الصورة الزائبة هي التي تتمم عملية التجبن أما الصورة الغير زائبة لا تتمم عملية التجبن طب أستعيد في المشكلة دي أو أحلها إزاي؟ بإضافة أملاح الكالسيوم يبقى كمان مرة أخيرة بس أحاول ألخصها لك سواني كده لو أنا قلت لك يضاف أملاح أو إضافة أملاح الكالسيوم للبن المعامل حرارية ليه بأضيف أملاح الكالسيوم للبن المعامل حرارية؟ أنا ممكن أجيب لك السؤال بأكتر من صيغة ليه بأضيف أملاح الكالسيوم؟ لأن الحرارة تحول أملاح الكالسيوم من صورة زائبة تساعد في عملية التجبن إلى صورة غير زائبة لا تساعد أو لا تتمم عملية التجبن إذن عند استخدام لبن معامل حراريا يجب إضافة أملاح الكالسيوم حبيت بس أوضح نقطة رفع دارية الحرارة بتعمل لي إيه؟ سلاح زوحدين صحيح ولكن أساسية ومهمة جدا الخطوة رقم 2 اللي هي عبارة عن المعاملة الحرارية إذن اللي تشرح حاليا دلوقت خطوة رقم 1 خلي بقى لك تجهيز المادة الخام خطوة رقم 2 المعاملة الحرارية ندخل على الخطوة رقم 3 وهي عبارة عن التجنيس هفكرك بتعريف التجنيس اللي حضراتكم أخذته في سنة تانية هو عبارة عن إيه؟ تفتيت وتكسير وتجزئة حبيبات الده وتوزيحها على جميع أجزاء اللبن هو التجنيس بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ مزج أو خلطة لكل المكونات مع بعضها في التجنيس عندي هاستخدمه مع أي أنواع الجبن أو أثناء تصنيع أي أنواع الجبن يستخدم عند صناعة الجبن الدبل كريم ومع مين كمان؟ يستخدم عند صناعة الجبن الفيتا لخطوة التجنيس ليه؟ أنا بستخدم عملية التجنيس أو خطوة التجنيس عند صناعة الجبن خلي بالك الدبل كريم أو الفيتا علشان أعمل عملية مسج أو خلطة للدهن مع اللبن عند صناعة الجبن الدبل كريم مش أنت فاكر إحنا قولنا إحنا من صناعة الجبن الدبل كريم هتضيف قشطة على اللبن بحيث يصل تركيز نسبة الضهر من عشرة لخمستاشر في المية طب انا عايز اعمل اندماج عايز اعمل عملية خلطة للضهر مع اللبن عشان اخد جبنة تسمى جبن الدبل ايه كريم او ضميات بالقشطة اذا لابد من استخدام الخطوة رقم ثلاثة اللي عبارة عن التجميس طب انا هستخدم ايضا خطوة التجميس مع الجبن الفيتا ليه لان الجبن الفيتا عبارة عن توليفة من مجموعة مكونات انا عايز اعمل امتزاج لتلك المكونات انا عايز اعمل عملية خلط لتلك المكونات يبقى ياجب اجراء او استخدام خطوة التجميس يبقى اللي اتكلمنا عنهم حاليا دلوقتي كم خطوة تلاتة تجهيز المادة الخام المعاملة الحرارية التجميس طب نبص مع بعض على الشاشة كده نشوف خطوة التجميس احنا كاتبين فيها ايه خطوة رقم ثلاثة التجميس هو عبارة عن او يستخدم في حالة الجبن الدبل كريم حتى لا يحدث انفصال للدهنة خلي بالك داخل الجبن لانها في الغالب توليفات من خامات مجففة تسترجع في ماء اللبن يبقى اللي اتكلمنا عنه كم خطوة لحد دلوقتي تلاتة رابع خطوة هي عبارة عن التمليح اوضح جزئية بسيطة قبل ما اخش في التمليح ان التمليح يختلف على حسب نوع الجبن يا ترى انا بقى اصنع جبنة دمياتي ولا بقى اصنع جبنة دبل كريم ولا بصنع فيتا ولا ثلاجة اي انواع الجبن انا بصنعها يتحدد على اساسها كمية الملح المضافة بالاضافة الى يا ترى انا هعمل عملية استهلاك للجبن عقب عملية التصنيع مباشرة ولا هاعمل استهلاك بعد اجراء عملية التخزين اذا هناك مجموعة عوامل تحدد كمية الملح اللي هتستخدم اثناء عملية التصنيع ولكن نسب اضافة الملح تعتبر شبه سبتة عندي يعني في الجبنة الضمياتي مثال يتم التمليح عند الاستهلاك الطازج بنسبة 6-8% طب لو انا هعمل عملية تخزين للجبن اسواء كانت جبنة الاستنبولية او جبنة الدمياتي لو انا هخللها في محلول ملحي هارفع تركيز الملح الى او من 8-12% ناس تانية تفضله 10% اذا ايضا من ضمن العوامل التي تتحكم في كمية الملح زوق المستهلك زوق المستهلك ولكن انا بارجع او بارجع الى ان اضافة الملح دي بتتوقف على عملية التصنيع بتاعتي وعلى حسب هخزن الجبنة ولا هتستهلك طازجة تتراوح نسبة التمليح من 8-12% وتختلف على حسب نوع الجبن وبخاصة في الجبن الدمياتي طب لو انا هاضيف ملح في الجبن الدبل كريم هاملح بنسبة كام 4% وانت بتضيف الملح عند صناعة الجبن الدمياتي بالقشطة اللي لها اسمي تاني الدبل كريم هتضيف ملح بنسبة 4% ليه ايه السر او السبب ان انت مقلل نسبة الملح عند صناعة الجبن الدبل كريم خلي بالك الدبل كريم مضاعف في نسبة الضه طب الملح ما له قالك بيؤجل عملية التجبن بتالب الطول معي عملية التجبن فيحدث فقد للدهن اثناء عملية التصنيع اذا نسبة الدهن هتنزل في الخليط اللي عندي عن 10-15% اللي هي الحدود القانونية لنسبة الضه داخل خليط الجبن الدبل كريم اذا الملح بقى اضيف ملح بنسبة كام 4% عند صناعة الجبن الدبل كريم خلي بالك لما تقلل كمية الملح المضافة عند عملية التصنيع ده هيكون سبب من ضمن اسباب فساد الجبن لانك بتدي فرصة للميكروبات انها تنشط لان احنا عندنا الملح يستخدم كعامل حفظة طب لو انت دورت الموضوع في دماغك كده وولتلك اذكر لعوامل الحفظة عند عملية التصنيع واحنا انتشرحت هتقول لرقم واحد ايه المعاملة الحرارية طب رقم اتنين استخدام الملح لان الملح يستخدم كعامل حفظة ويستخدم كايه تاني لاعطاء الطعم المقبول اذا خلاصة عملية التمليح يختلف التمليح على حسب نوع الجبن سناخد التمليح بالتفصيل امتا ما انا بذكر لك هه بقولك ان معظم الجبن يتم تمليحها بنزمة 8 الى 12% 8 الى او 6% عند الاستهلاك الطازج يعني الاستهلاك عقب عملية التصنيع طب لو زود من 10 الى 12% عند اجراء عملية التخزين عند اجراء عملية التخزين ويا ترى انا بصنع في اي وقت بتصنع في الشتاء ولا في الصيف طب بواجهة نظرك كده هتزود كمية الملح في الصيف ولا في الشتاء لا في الصيف ليه عشان خطر عامل الفساد اكتر عشان الدنيا حر لكن في الشتاء ممكن اقلل كمية الملح هل بقى لك اذا لو احنا جينا نبص مع بعض كده على الشاشة ونشوف ايه اللي احنا ذكرناه في التمليح يملح اللبن المستخدم في صناعة الجبنة والضميات او الاستنبولي او السلاجة او الدبل كريم على درجة حرارة خمسين ليه انا بقى اضيف الملح على حرارة خمسين عشان درجة الحرارة تساعد في اكتمال ازابة الملح ده انت لو جيب معلقة سكر وحطتها في كبية مية بردة ومعلقة سكر زيه حطتها في كبية مية سخنة مين فيهم اللي هتكتمل ازابة وبسرعة المية السخنة اذا نرفع درجة الحرارة يساعد على اكتمال ازابة الملح طيب نكمل مع بعض عشانش كده نبص مع بعض نكمل طيب هنا تاني فالجبن الطازج يملح بنسبة خمسة لستة في المية ليه؟ لانه الطازج هيتم يستهيلكم مباشرة بينما تزداد هذه النسبة لتتراوح ما بين تمانية الى اتناشر في المية في حالة الجبن الاستنبولي نظرا لتخزينها اذا عند التخزين تزيد نسبة الملح في الجو العادي حيث تعتمد على الملح في عملية الحفظ طيب وتتراوح نسبة التمليح ما بين ستة لعشرة في المية في جبن التلاجة ليه؟ نظر لتخزينها داخل السلاجة اما الدبل كريم يتم تمليحه بنسبة كام؟ اربعة في المية زي ما ذكرنا وهذا السبب خلي بالك يؤدي الى او بسبب ارتفاع نسبة الضو وانخفاض كمية الملح يكون سبب لحدوث عملية التزنخ وفساد الجبن زي ما ذكرنا من فترة او من شوية والانه تاني ان الملح يستخدم كعامل حفظ اما لجبنا الفيتا انا بعمل لها عملية حفظ او تمليح بنسبة ك ثلاثة في المية لو انا هاصنع التصنيع العادي بتاعي اللي هو المنفحة والملح والمية والزيوت النباتية والدون النباتي ولبن فرزي مجفف ولبن بقري مجفف او بروتين لبن خلي بالك لو انا هاصنع التصنيع بالطريقة دي باضافة المنفحة هاملح بنسبة ك ثلاثة في المية لكن لو هتعمل عملية تلقيح بالبادئ يعني هتضيف بادئ معاك وكمان خلي بالك يبا انت هتملح بنسبة ك واحد في المية ويتم الحفظ في محلول ملحي ويتم الحفظ في محلول ايه ملحي تب نكمل كده على شاشة قدامنا يخلي بالك اما جبنا الفيتا تصل نسبة الملح بها الى تلاتة في المية في حالة التلقيح بالبادئ اتصل نسبة الملح الكاء لواحد في المية فقط لغير وفي حالة التخزين يخزن في ايه هذا الجب في محلول ملحي تركيزه عشرين في المية اذا عند التخزين يخزن في ايه في محلول ملحي تركيزه عشرين في المية كده شرحنا كام خطوة خلي بالك تلاتة خطوة الاولى تجهيز المادة الخام تكلمنا عنها الخطوة التانية المعاملة الحرارية الخطوة التالتة خلي بالك ها حد فاكر تاني يبقى احنا نقوله تاني تجهيز المادة لايه الخام المعاملة الحرارية التجنيس خدنا كمان من كمان معها التمليح يبقى شرحنا كم خطوة؟ أربع خطوات عند صناعة الجبن الطري وتسمى الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري الخطوة رقم خمسة التنفيح أو إضافة المنفحة واتكلمنا عن المنفحة تخلي بالك قبل كده قلنا أن هي بتشمل إيه؟ الإنزيمات المجبنة الإنزيمات المجبنة هذكر حضراتكم بها سريعا تم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع إنزيمات نباتية، إنزيمات ميكروبية، إنزيمات حيوانية اتكلمنا عنها في الخامات الداخلة في عملية التصنيع بالتفصيل وصلنا لحد، خلي بالك، الإنزيمات الحيوانية اللي أطلقنا عليها اسم منفحة بالمنفحة بداخلها كم إنزيم؟ أهم إنزيم عندي يستخدم في حدوث عملية التجبن اسمه إنزيم؟ الرنين، إنزيم يا حضرات، الرنين، إنزيم الرنين هو الذي يحلص عملية التجبن طيب وإنت بتضيف المنفحة حيفضل إضافتها على درجة حرارة كام من 38 إلى 42 درجة مئة أولي؟ طيب لو أنا جبت لك؟ علل لا، يفضل إضافة المنفحة على درجة حرارة 40 درجة مئة أولي؟ 38 إلى 42، ده أنا جبت لك المتوسط، اللي هو كام؟ 40 درجة مئة لإيه الإجابة بتاعتها؟ لأنها أنسب درجة لنشاط إنزيمات المنفحة، اللي هي الدرجة القياسية لنشاط إنزيمات المنفحة وبخاصة أهم إنزيم عندي هو إنزيم مين يا حضرات؟ الرنين، الذي يحدث عملية التجبن طيب حد فاكر فيكم، في نظريات التجبن، الرنين أو إنزيم الرنين كان بيتفاعل مع مين؟ مع الكازين، عشان يديني خسرة طيب الخسرة لما أطرد منها المية أو الشرش، خلي بالك، حيتبقى اللي عندي المنتج اللي عندي أو الباق اللي عندي يسمى بالجبن إذن، يفضل إضافة المنفحة أو إجراء عملية التنفيح على درجة حرارة من 38 إلى 42 درجة مئوي وأنسب درجة حرارة لإضافة المنفحة هي 40 درجة مئوي علل، ليه؟ إيه السبب؟ لأن درجة حرارة 40 أنسب درجة لنشاط إنزيمات المنفحة عند إضافة المنفحة، كيف يمكنك إضافتها؟ إزاي أنا بأضيف المنفحة؟ ركز فيدي كوي لأن إضافة المنفحة هتمشي معايا فيين؟ في الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري وفي الخطوات الخاصة بكل نوع من أنواع الجبنة هتستخدم معايا أيضاً، خلي بالك، عند صناعة الجبن الجاف طيب وأنا بأضيف المنفحة، المفروض أضيفها إزاي؟ أولاً وتحط في دماغك وهعدها لك مرة تانية كمان في الجبن الجافة لابد من إجراء عملية تخفيف للمنفحة من 4 إلى 5 أمسا لها ماء يعني لو عندي 1 سنط منفحة هحط عليه 4 سنط مية أو 5 سنط مية ليه؟ إيه السر أو السبب؟ خلي بالك عشان أزود كمية المنفحة طيب إيه كمان؟ حتى يمكن توزيعها على جميع أجزاء اللبن يبقى أنت بتضيف المنفحة؟ لاحظ وركز لازم تخفف المنفحة من 4 إلى 5 أمسا لها ماء طيب أنت خففت؟ خففت ليه؟ عشان أزود الكمية زودت الكمية ليه؟ عشان تقدر توزعها على جميع أجزاء اللبن طيب ديكات الغرض الأي؟ الأولان طيب الغرض الثاني من أو أثناء أو الذي يجرأ أثناء إضافة المنفحة خلي بالك ليه؟ ليه أنت خففت بالمية؟ الغرض الثاني لمنع حدوث التجبن الموضعي معنى التجبن الموضعي يعني حضيف المنفحة حجب المكانها مكان ما نزلت لو أنت سبتها بدون تخفيف مع إجراء عملية التقليب الكل والجزء يبقى أثناء إضافة المنفحة إضافة المنفحة يتبع الآتي أولا رقم واحد تخفيف المنفحة بالماء من 4 إلى 5 أمسا لها ماء عند إضافة المنفحة يجرى التقليب الكل لتيزيع المنفحة على جماعة جزيع اللبن والتقليب الجزء خلي بالك لمنع تكون الدهن على سطح اللبن بمجرد إضافتك للمنفحة بتظهر عندك علامات بداية وعلامات نهاية ساعة ما تظهر عندي علامات نهاية التجابن أبدأ أستخدم الخطوة التي تليها اللي هي عبارة عن تعبئة الخسرة تعبئة اللي هي الخسرة بكده شرحنا كم خطوة حضرات أو إحنا هنشرح في الخطوة رقم كام رقم 6 أرجع لك الخطوات الرئاسية مرة تانية أول خطوة عندي تجهيز المادة الخام اتنية المعاملة الحرارية تلاتة التجنيس أربعة التمليح خمسة التنفيح أو وضافة المنفحة حدث تجابن ظهرت علامات نهاية التجابن اللي هنذكرها في الحالة اللي جاء إن شاء الله لجي علامات البداية وعلامات النهاية أبدأ أعمل عملية التعبئة طب عملية التعبئة في الجبن الطرية كلها زي بعضها لا الجبن الطرية الدمياطي مثلا يعبق فيه إما التحاليق الخشبية أو قوالب معدنية مسقبة عشان تطلق الشرش طب الجبن الفيتا مثلا يتم التعبئة في نفس العبواء أو يتم التجابن في نفس عبوات بتاعت البيع يعني بعبق كل الخليج بتاعي في عبوة واحدة ويحدثها عملية التجابن بعد كده بتتقفد ليه العبوة بيحدث فيها عملية التجابن مباشرة أما الجبن الدبل كريم تعبق في قوالب ذات جزئين قطعتين رجبين فبع وأكيد كلنا شفناهم وإحنا بننفذ المهارات دي أو بنصنع الجبن الدمياطي أو الدبل كريم أو الجريش معظم التعبئة تتم في قوالب مصنعة من الليستاليستيل خلي بالك فاكر الخامات الداخلية في صناعة الجبن بالإضافة إلى المعادن المستخدمة اللي كانت في الوحدة رقم كام برفو عليك في الخطة ورقم ايه؟ واحد أو في الوحدة رقم ايه واحد ليعبار عن إنشاء معامل ايه؟ الألبان إذن تتم التعبئة في الجبن الطرية إما في التحاليق الخشبية اللي هي البراوز الخشبية أو قوالب معدنية مسقبة تاب نشوف كده احنا كاتبين ايه على اللوحة قدامنا عندك هنا تعبئة الخسرة تتم في الإطارات الخشبية المبطنة بالشاش ما يعرف بالتحاليق الخشبية أو براوز خشبية أما الايه؟ الانتاج على النطاق الضيق كما هو متبع في المعامل الصغيرة بالنسبة للضمياطي التازج والدبل كريم تعبئ الخسرة في القوالب المعدنية المسقبة أما الجبن الفيتا فالتجبن قد يتم في نفس العبوة وذلك في حالة استهلاكها طازجة أو في صواني خاصة ثم تقطع بعد التجبن بعد كده بعمل عملية الحفز داخل السلاجة لحين الاستهلاك لحين الاستهلاك جبن ما أكمل أو أبنمافل على الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري هايلك تاني سريعا الخطوات العامة المستخدمة لصناعة معظم أنواع الجبن الطري كم خطوة ستة واحد تجهيز المادة الخام اتنين المعاملة الحرارية تلاتة التجنيس اربعة التمليح خمسة التنفيح أو ضفط المنفحة ستة التعبئة والحفظ لحين الاستهلاك وتركز في حاجة أن تعبئة الخسرة داخل القوالب تتم بهدف طرد الشرش أو التخلص من مين من ماء اللبن اللي بيطلع في صورة ايه في صورة شرش اللي احنا تكلمنا عنها كانت عبارة عن خطوات عامة بعد كده هناخد بالتفصيل خلي بالك خطوات صناعة الجبن الدميات المستقلة خطوات صناعة الجبن الدبل كرين مستقلة هي كمان الفيتا مستقلة خطوات صناعة الجبن الجريش مستقلة جبن السلاجة مستقلة كل أنواع بس الخطوات الأساسية دي تشمل كل أنواع الجبن الطريق طب أحيانا بيقابلك في السوق يقول لك جبن غير تقليدية ما معنا جبن غير تقليدية ويسمى بايه لو انا قلت لك قل ما تعرفه عن جبن الغسالة اه فيه جبن اسمها غسالة اه فيه جبن اسمها جبن الغسالة ايه هي جبن الغسالة دي قبل ما اروح لها خالص جبن الغسالة تصنع من لبن بقري او لبن فرزي مجفف ولبن بقري مجفف وبروتين لبن ودهن نباتي وملح ومنفحة كل الخامات دي على بعضها بأخذها وتوضع داخل الحلة الداخلية للغسالة ويستخدم أو تستخدم مروحة الغسالة كمقلب بتعمل عملية تقليب بعد كده بتطلع الخليط بتاعي ويسمى جبن الغسالة لكن حاليا في الوقت الحالي بدأت الناس أو مصنعين بعض أنواع الجبن يبدأوا يتيهوا اتجاه خاطئ إزاي اتجاه خاطئ؟ إن كل الخامات اللي ذكرناها دي وتستخدم وتوضع في الحلة الداخلية للغسالة بدأوا يستخدموها منتهية الصلاحية منتهية الصلاحية يعني يستخدم لبن فرز مجفف منتهية الصلاحية يستخدم منفحة منتهية الصلاحية كل الخامات اللي بيستخدمها منتهية الصلاحية ده بالإضافة ده بيعمل ضرر كبير جدا تاني أو بيعمل لي مشكلة تانية ده بيضيف اليوريا كمصدر للنيتروجين ده ممكن يضيف حمد الكابريتيك كمان بس الجزء بسيط منه عشان يحلل أو يساعد في سرعة تحلل الخسرة أو الجبنة خلاهية تتحلل تدوب تبقى نعمة عشان يخدعني ويخدعك ويخدعك تاني وتالت ده جبن غير مطابقة للمواصفات الصحية ولا ينصح باستخدامها نهائيا انت رجل بتاع لبن احنا بنعرفك الطريقة الصحيحة لتصنيع المنتجات اللبنية اذا جبن الغسالة عبارة عن مجموعة خامات جيدة جدا لو انا استخدمتها صح توضع مجموعة الخامات داخل الحل الداخلية للغسالة ويستخدم المقلب خلي بالك او استخدم المروحة كمقلب لعملية مسج تلك الخامات مع بعضها كل الخامات بحطها مع بعضها وتنضرب في الحل الداخلية للغسالة لكن حديثا بدأوا يستخدموا المواد دي مواد منتهية الصلاحية كلها منتهية الصلاحية هتسبب لي ضرر ولا مش هتسبب ضرر شيء طبيعي هتسبب ضرر طيب نشوف كده احنا كاتبين ايه على الشاشة ونشوف ايه اللي احنا كاتبينه عند هنا جبن الغسالة او الجبن الغير تقليدية وتسمى بجبن الغسالة هي جبن يصنع او هي جبن يصنع من لبن فرز مجفف زائد زيوت نباتية وملحة وماء ومنفحة ويتم الخلط في الحلة الداخلية للغسالة حيث تستخدم المروحة كمقلب دي حاجة اسمها لأيه الحاجة القانونية اللي بستخدم بها او بصنع جبن الغسالة ولكن حديثا استخدمت تلك الخامات السابقة ولكن تكون غير صالحة ومنتهية الايه الصلاحية قد يضاف النيتروجين او اليوريا كمصدر للنيتروجين قد يضاف حامض الكابريت كحامض الكابريتيك الذي يعمل على تحلل الخسر او البروتين جميع هذه المكونات غير صالحة للاستهلاك الادمي وقد تسبب ايضا الوفاة بل تكلمنا عنها من بداية الحلقة بتاعتنا كانت بتشمل مجموعة عناصر رئيسية حيث تركز فيها جدا الخطوات العامة لصناعة الجبن الطري اتكلمنا ايضا عن الجبن الغير تقليدية ويسمى بجبن الغسالة حديثا او حديثا حاليا بقوا يستخدموا الخامات دي اللي هو مصنع الجبن من خامات منتهية الصلاحية لكن القانون بتاحها ايه انه تستخدم تلك الخامات وهي صالحة للاستهلاك الادمي كل الخامات بعملها عملية تجميع بعملها عملية توضع داخل الحلقة داخلية الغسالة يستخدم او تستخدم المروحة كمقلب يستخدم المروحة كايه؟ كمقلب اذا مجمل اللي خدناه ست خطوات رئيسية عند صناعة الجبن الطري سواء كان جبن دومياطي او دبل كريم خلي بالك او قريش او فيتا او سلاجة كل انواع الجبن الطريق تصنع باستخدام خطوات سابتة واحدة ما عدا بعض انواع الجبن قد يجرى لها عملية تجنيس اللي احنا عرفناها قبل كده واعرفها لك تاني ونوع اخر لا يجرى له عملية تجنيس بوضحها للمرة التانية عملية التجنيس او خطوة التجنيس تستخدم مع الجبن اديني مثال للجبن دي زي الجبن الدبل الكريم او الدومياطي بالايه؟ بالقشطة والجبن الفيتا ليه؟ لانها مجموعة مكونات جاي بخلطها مع ايه؟ مع بعضها طيب نرجع لخطوة التنفيح رجوع بسيط خالص هنا التنفيح هو عبارة عن ادفة مين؟ المنفحة واتكلمنا ازاي انا بقى اضيف المنفحة لابد من اجراء عملية التخفيف بالماء من اربعة الى خمس امثالها ماء خلي بالك ليه بقى اضيف المياه؟ لزيادة كمية المنفحة حتى يمكن توزعها على جميع اجزاء اللبن بالاضافة الى منع حدوث التجبن الموضعي معنى التجبن الموضعي خلي بالك يحدث تجبن في المكان اللي احنا اضيفنا فيه لإيه؟ المنفحة رأي حاجة مهمة او جزئية مهمة جدا انت بديه في المنفحة اجراء عملية التقليب الكلي عشان اعمل عملية مسجأ او توزيع للمنفحة على جميع اجزاء اللبن اما التقليب الجزئي بيظهر الكبشة وتمشيها على وش اللبن داخل حدوث التجبن عشان امنع انفصال الده اخلي الدهن اللي انفصل وطلع على وش اللبن ده ينزل مرة تانية حتى لا يحدث انفصال لمين؟ للدهن اتكلمنا وذكرنا انه تضاف المنفحة انه افضل درجة حرارة لإضافة المنفحة من 38 الى 42 درجة ايه؟ مئوية وافضل درجة حرارة يحدث عليها التجبن هي 40 درجة مئوية علل ايه السبب؟ لانها انسب بالدرجة لنشاط انزيمات المنفحة برضو ذكرت لحضرتك ان المالحة يستخدم كعمل حفظ ويختلف التمليح على حسب نوع الجبن المستخدم طب لما اضيف المنفحة هتظهر عندي علامات تسمى علامات البداية وعلامات اخرى تسمى علامات نهاية التجبن ركز فيها كويس جدا لان علامات البداية وعلامات النهاية مطلوبة من حضراتكم لما اضيف المنفحة على اللبن وتعمل عملية تقليب كله ثم تقليب جزئي خلي بالك وانت بتقلب هيبدأ تظهر علامات البداية عندك علامات البداية رقم واحد في علامات بداية التجبن ثقل حركة اللبن ويسمى اللبن الكاسلان وانت قبل ما تبيف المنفحة كان اللبن بيلف بسرعة داخل حض التجبن وانت بتقليبه في الكبشة بالكبشة عشان توزع الحرارة بعد كده بعد ما ضفت المنفحة بدأ اللبن بيلف بس بيلف بايه ببطء بنسموها رقم واحد في علامات البداية ثقل حركة اللبن ويسمى اللبن الكاسلان او بصيغة تانية تكون ظاهرة الجل يعني يبدأ اللبن ايه يتسجل بنسموها ايه يعني يعمل عاملة ايه اه مش بتحرك بسرعة هما بتحرك التقليب باول علامة عندي من علامات بداية التجبن ثقل حركة اللبن ويسمى اللبن الكاسلان طب رقم اتنين في علامات بداية التجبن هي عبارة عن ايه عند وضع نقطة من الماء على سطح اللبن لا تزول تستنى زي ما هي نقطة اللبن المنطة الماء اللي هتحطها على وش اللبن تظل كما هي يبقى خدت كم علامة العالمات البداية اتنين يبقى علامات البداية ثقل حركة اللبن ويسمى اللبن الكاسلان رقم اتنين عند وضع نقطة من الماء على سطح اللبن لا تزول تظل كما هي طب رقم تلاتة عند تكون فقاقية لا تزول يعني لو شلت انت شوية لبن وسبتهم داخل حض التجبن هيعمل رغاوي او فقاقية الرغاوي دي هتظل كما هي دي تسمى علامات اللي ايه البداية يبقى كم علامة من علامات بداية التجبن تلاتة اخر مرة اكررون بحضراتكم سقل حركة اللبن ويسمى اللبن الكاسلان عند وضع نقطة من الماء على سطح اللبن لا تزول رقم تلاتة عند تكون فقاقية لا تزول تستنى زي ما هي كده انا ايه خلي بالك بأتأكد ان عملية التجبن بدأت تظهر عندي طب التجبن ده ظهر عندي نتيجة ايه اضافة المنفحة طب انا افضل الحرارة المنفحة دفتها على كام اربعين درجة مئة اوية والحرارة اللي ايه منقوله من كام لكام من تمانية وتلاتين لاتنين واربعين وافضل درجة حرارة هي اربعين درجة ايه مئة اوية زي ما اخدت علامات بداية التجبن عندي علامات تانية تسمى علامات نهاية او تمام عملية التجبن انا معرف التجبن قبل كده تبقى ان التجبن هو عبارة عن ايه فكروني بيه كده هو عبارة عن ايه تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتماسكة او الهلامية اللبن بعد ما كان سائل بقى متماسك مع بعضه او صورة متماسكة او ايه او هلامية ده تعريف مين التجبن اذا التجبن هو تحول اللبن من الصورة السائلة الى الصورة المتمسكة او الهلامية نتيجة ايه اضافة المنفحة اضافة المنفحة خلي بالك ان التجبن قد يحدث تجبن طبيعي كما ذكر داخل التعريف في تعريف الجبن ممكن يكون فيه تجبن حمضي طبيعي لكن اللي انا بتكلم عنه حاليا دلوقتي هو عبارة عن التجبن باستخدام او اضافة المنفحة اضافة مين المنفحة طب نشوف علامات تمام او نهاية عملية التجبن اول علامة من علامات تمام عملية التجبن عند وضع راحت اليد على سطح اللبن داخل الحوض تخرج نظيفة لو انا حطيت راحت ايدي او كف ايدي حطيته على وش اللبن كده تطلع ايدي نظيفة يبا رقم واحد في علامات تمام التجبن خلي بالك عند وضع راحت اليد على سطح اللبن تخرج نظيفة مع لهاش اي اثار لبن رقم اتنين في علامات تمام او نهاية التجبن عند الشق بسكين يخرج الشرش يبا رقم اتنين في علامات التمام او النهاية لو انت حطيت سكين او ايه وشجيت الخسرة يبدأ يطلع عندك الشرش طب تالت علامة من علامات تمام ونهاية التجبن خلي بالك عند وضع الاصبع داخل الخسرة يخرج نظيفة مع لهاش اثار لبن طب رابع علامة من علامات تمام عملية التجبن عند الضغط على الخسرة بجوار جدار الحوت يعني في راحة جدار بتاع الحوت لو انت تكت على الخسرة وشدتها لبرة شوية خلي بالك تنفصل دون ترك اثر على الجدار كم علامة من علامات تمام او نهاية عملية التجبن اربعة كم علامة لعلامات البداية تلاتة علامات البداية انتهينا منها سقل حركة اللبن ويسمى اللبن الكسلان رقم اتنين عند وضع نقطة من الماء على سطح اللبن لا تزول رقم ثلاثة عند تكون فقاقيع لا تزول دي كانت علامات البداية اما علامات النهاية بكره لك كمان مرة عند وضع راحة اليد على سطح اللبن تخرج نظيفة عند الشق بسكين يخرج الشرش عند الشق بسكين يخرج الشرش عند وضع الاسبع داخل الخسرة يخرج نظيف عند الضغط على الخسرة بجوار جدار الحوت تنفسر دون طرق اثر على الجدار يبلغ شرحناه النهاردة كله هو عبارة عن خطوات عامة لصناعة الجبن الطري وخطوات عامة او خطوات صناعة الجبن الغسالة او ما هي جبن الغسالة وقتنا بيخلص مع حضرتكم بسرعة جدا يربوا تكونوا استفدتم معنا وعلى وعد بالقاء اخر ان شاء الله كان معكم مهندس نشرة الاصاص موجه مادة الالبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته